السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن ظاهرة الأعاصر حدث مهيب ومنظر مهول يوجل القلوب ويدهش العقول فبينما الناس في دنياهم غافلون أو في لهوهم سادرون إذ أذن الله لجند من جنوده أن يتحرك أذن للهواء الساكن أن يضطرب ويهيج ويموج ويثور ثم يتوجه كالغضبان إلى اليابسة يجر معه الأمواج العالية لا يقف أمامه شيء إلا ابتلأه ولا شجر إلا اقتلأه عروس مبتعذة عروس مبعثرة عروس مبعثرة وبنايات متناثرة وأشلاء ممزقة الناس أمامه مقلومين مشهودين نازحين يسيرون لكن إلى غير اتجاه لا بيوت تنجيهم ولا أبراج تؤويهم فلما أحسوا بأسنة إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أطرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون فلا إله إلا الله ما أعظم قدرة الجبار مدن عامرة وفي قمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذها أليم شديد عباد الله إن هذه العاصير تخاطب أهل الأرض تخاطبهم بعظمة الخالق وعجز المخلوق وضعفه تخاطبهم بأن الله بأن الأمر لله من قبل ومن بعد وأن المخلوق مهما تغى وبغى ومهما أوتي من قوة وتقدم فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله من ولي ولا نصير لقد أصابت هذه العاصير دولا عظمى فما أغنت عنهم قوتهم من شيء لما جاء أمر ربك نعم نجحت البشرية في رصد هذه الأعاصير وكشف وجهتها وسرعتها لكنها عجزت مع قوتها العسكرية وأجهزتها العلمية عجزت عن مواجهته عن مواجهة هذا الجندي الإلهي أو تغيير وجهته وتقليل خسائره وصدق الله ومن أصدق من الله قيل وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال عباد الله في هذا الشهر الجاري أكتوبر هذا تاريخ ظلاثة ضربت أمريكا إعصارين الأول هو إعصار هيلين الذي ضرب ولايات عدة الشمالية والجنوبية ومنها فلوريدا وإعصار هيلين هو ثاني أكبر إعصار حصدا للأرواحي خلال أكثر من نصف قرن راح ضحيته ستة مائة شخص وبعد أقل من أسبوع في تاريخ تسعى هذا الشهر الجاري أكتوبر ليلة الأربعاء ضرب إعصارا ثاني ولاية فلوريدا إعصار ميلتون كان مرعبا ووصف رئيس أمريكا موجة الأعاصير بأنها إحدى كبرى العواصف والأعاصير التي عرفتها الولايات المتحدة عبر التاريخ وقدر الخسائر بخمسين مليار دولار ونزح خمسمائة ألف شخص من منازلهم لا مأوى لهم وعدد الضحايا خمسون والإصابات مئة وعشرون وانقطعت الكهرباء عباد الله الكهرباء انقطعت عن أكل من مليوني ونصف منزل وشركة وكان سرعته مئتين وسبعين كيلو في الساعة وجندت أمريكا عشرة ألف جندي من فرق الإنقاذ عباد الله هذه الآيات الكونية التي تضرب بالبشر من زلازل وأعاصير وفيبانات رسالة من الله الجبار لعلهم يرجعون وتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولعلهم يزداد إيمانا ويقينا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ومن الظواهر عباد الله من الظواهر الكونية التي تستحق أن نقف معها وقفة تأمل والذكار وعظة واعتبار ظاهرة الريح والإعصار فإنها رسل نذر وإنذار من الملك الجبار وآية من آيات ويحب القهار وما نرسل بالآيات إلا تخويفا خوف الله عباده أفأمنتم أن يخص بكم جانب البر ويرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولعظمة الريح وعظم شأنها أقسم بها ربها فقال جل وعلا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا وجعلها الله تعالى برهانا دالا على ربوبيته وولوهيته قال تعالى وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون حينما سأل نبي الله سليمان عليه سلام ربه ملكا لا ينبقي لأحد من بعده استجاب الله لطلبه وصخر له الريح طائعة لأمره قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقال سبحانه وتعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر قال قتاد رحمة الله عليه تقدو مسيرة شهر إلى نصف النهار وتروح مسيرة شهر إلى آخر النهار لقد قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا أنه الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصيكم عباد الله ونفسيا مرالا وتكرارا بتقوى الله وأعلموا أنكم ملاقوه إلهي من أنا أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي إن لم أخلص في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك يا من يحار الفهم لقدرته وكل ما في الكون من صنعتك عصيناك فسترتنا عدنا إليك قبلتنا ما أكرمك وما أعظمك كفانا فخرا أن تكون لنا ربا وكفانا عزا وشرفا أن نكون لك عبيدا ومما زادنا شرفا وتيها وكدنا بأخمصنا نطأ الثريا دخولنا تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنا نبيا عباد الله إن الحقائق الثابتة التي نتق بها القرآن أن هذه المصائب العامة التي تنزل بالبلاد والعباد إنما هي جزاء ما كسبت أيديهم ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون نعم فهذه الأعاصير أسباب وظواهر علمية ولكن هذا لا يعني التعلق بهذه الأسباب ونسيان خالقها ومسببها فإن الله تعالى إذا أراد شيئا أوجد سببه ثم رتب عليه نتيجته قال تعالى وإذا أردنا أنه لك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها التدميرا ومعنى أمرنا متر فيها لأمرناهم فعصوا أمرناهم بالطاعة لأن الله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء عندما يقول أحدنا أمرتك فعصيت ليس معنى أنك أمرته بالعسيان أمرتك فعصيت بمعنى أمرتك أن تطيع أن تعصيت اللهم جاء هذا الجمع جمعا مباركا تفرقنا بعد تفرق المؤيدة المعصومة لا تدع فينا ولا معنى شقية ولا محرومة أسألك الأمن في البلد والإصلاحة في الولد الراحة في البال والإصلاحة في العيال الله محفظ هذه البلاد تنزانية ورئيس التنزانية سامية صلو حسن ومعاونيها المخلصين اللهم أدل الخير على يديها للعباد والبلاد يا رب العالمين الله وخذ وخذ بناصيتها لما تحب وترضاه اللهم اجعلها بطالة صالحة ترشدها إلى الخير وتدلها إليها رب العالمين الله مغفر لوالدين والوالد والدين ورحمهم كما ربونا صغارا اللهم مغفر لأمواتنا وأمواتهم بسم الأجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى ورد كل غائب وهدي كل بال اقضي الدين عن المدينين اللهم اجعلنا مفتاحا الخير مقلاقا للشر ألبسنا جميعا ثب الصحة والعافية فضلا من عين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وزحر الساحرين وشعوات المشعودين نجعلك إلهي في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم توفنا وأنت راضي عننا يا رب العالمين اغفر المؤمن والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام ومسنا في كل مكان عليك بأعدائك أعدائي الدين الذين يحاربون دينك وعبادك الصالحين انصر إخوان مصدعفين في كل مكان وخاصة في برستين على اليهود المعتدين يا رب العالمين نكس أعلامهم شتت جموعهم فرق كلمتهم صلت عليهم جندا من جنودك يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء منك الإجابة عليك التكلان عبد الله إن الله ذكر في محكم تنزيره مخبرا وآمرا اللهم لا يكتلوا صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى المهاجين والأنصار ما تعاقب ليل والنهار ما صلى عليهم الأبرار ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وزقنا من يده شريفة شربة هنيئة لا نظم بعدها أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوزن قوني واسلام بأعادة يكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تاكية سالنا سلام مولين نكي بيزي وأمهوم تم محمد صلى الله عليه وسلم دلوزن قوني واسلام نمي السمامة حتى يليني ونسي كتورة تفسيري فوب كبيسة تفسيري خطبة يا شيخ ويتو الشيخ عبد القادل محمد الأهدل الله أمهفالي خطبتك إن أكوين باكو أنواني أمباين إن أسيما جي فيمبوغا بيا فلوريلا ني أذاب يا الله جي فيمبوغا بيا فلوريلا ني أذاب يا الله سبحانه وتعالى نوزموني واسلام سوة tunayua ya kwamba ينapotokea matukio mfano tukio la vimbunga ambavyo vimetokea katika mungi wa Florida فيمتكisa sana nyoyo za watu akinizau zilikuwa nizini kuhangaika na mnagani uwe mbozi unaweza kuwasaidia watu wawo waweze kuepukana يشي katika majishi yaki سوة tunayua ya kwamba الله سبحانه وتعالى ana majishi mengi mengi minu lagani Allah سبحانه وتعالى alitoa idhini ya jishi katika majishi yaki ambavyo ni jishi la upipu upipu ambavyo uliandamana uliandamana na mawindi makungwa kabisa ambavyo ulelekea mchikavu sote tunayua ya kwamba watu zaidi ya milioni moja walihamisho kutoka katika makazi yao wengi wawo waliakosa makazi yao baada wa kutokia vimbunga hivyo ambavyo milisababisha hasara kukwa sana katika mginu vimbunga ambavyo hakuna mtu ambaye alikuwa na uwezu wakubizuia hakuna kitu ambacho kilichokuwa na uwezu wakubizuia vimbunga hivyo ambavyo milileta hasara kukwa kabisa umeme uliikatika katika mginu tenandani ya mazaa mingi kabisa watu walipoteza mdumu zao watu walipoteza mali zao kuali ambavyo ni wapinzi wakufuatilia tarifa za habari hakika hilo wana nitamua hakika hilo wani nishuhunia na kuliona katika vyombo ya khabari nukuzabuni islami Allah subhanahu wa ta'ala alipu wafirikia adhabu hilo sote tunishuhunia namna ambavyo walipokuwa wana hangaika kuwa okua watu waho waliwapa tarifa mapilma ya kwamba kuna vimbunga mitatokia na watu wachukue tahadari ya kuhama katika mdi waho na kuila kutafuta makazi sihiru zihine lagini Allah subhanahu wa ta'ala anasema yukwamba pali ambako walipohisi adhabu zetu basi walipuwa ni waje kukimbia walikimbizano hakika na hilo yotabie binadamu aligyo anapoyona adhabu sasa ilifika basi ana aiza kutafuta wapi pa kukimbia ili ajinasule na adhabu zanamna hiyo yukusabuni islam tutambu ya kwamba hakuna muumba asiku Allah subhanahu wa ta'ala lazima hilo tuli iwi lazima hilo tuli na yaqini nalo Allah subhanahu wa ta'ala tazamini namna uku waki ulidyo namna ambadyo aligyo mfanya jambu hilo kuwa ni jambu zito sana ambadyo ilipelikea hasara ili kuwa kubwa kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kubadili hali fulani kuenda katika hali ngini hilo nazima tuliu mfano yaezikana wewe unaprisa ama wewe unailimu ama wewe unacheo tabuwa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sekunde tenachiri kabisa ya sekunde anaweza kubadilisha hali unikuwa nayo kukupatia hali ngini kwa sababu yemi ni muweza wa kila kitu nguzanguni wa islami na hivyo livyo anavyo al-adhibu mwala wetu mwala wetu ni mwenye kwa hivyo na ni mkali sana nguzanguni wa islami na adhabu zake ni mkali na nizinyi kuuniza ini waje wa Allah subhanahu wa ta'ala vimbunga vina potokea na mengine matukio mbali mbali ya napotokea tunyua ya kwamba tunakutumiwa tunakuiwa khabari kunako ukubwa waki Allah subhanahu wa ta'ala ya napotokea matukio ya namna hiyo kwa mtu mwenyakili salama basi atazidatia anapuiwa khabari kunako ukubwa waki Allah subhanahu wa ta'ala na kuunisha kuma sisi ni madhaif silo loti kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusambuni islami ya napotokea matukio ya namna kama hiyo ya natupa khabari ya kwamba mambo yoti amri zoti ni za Allah subhanahu wa ta'ala Allah ndiye muweza wakila jambu kabla ya uwipu wetu na baada ya uwipu wetu Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wakila jambu na vivyote ambadhu mimi na wenye tutakengeuka vivyote ambadhu mimi na wenye tutafanya machafu mbali bali tuliwe ya kwamba sisi ni madhaif mimi na wenye ni madhaif Allah kiamua kutuadhibu wa natuadhibu haraka sana kwa hivyo tuwe ni wenye kusidatia kwa liambako ya nakotokea matukio mbali bali hatuje sahau katika ni akamichache iliopita tulipipwe na mtihani wa korona lagiriko yule ya liekuwa na akili salama kapata mazigatio makungwa sana lagiriko yule ambaya akili ya kesio salama haja ambulia tutoti kwa hivyo matukio haya ya nakotokea lazima tuwe ni wenye kusidatia nubuzanguni wa islamu haya matukio ya nakotokea miteteme koya ardi vimbuga mbali mbali vina mbiotokea mawagi mbali mbali ya nakotokea aghabu mbali mbali ambazo zina tokea nubuzanguni wa islamu lazima tujule unyumbe tosha kutoka kwa mumba wetu Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kuli ia ili tuweze kuli kwa ke Allah subhanahu wa ta'ala aghabu hizi ama matukio haya ya gimbunga na matukio mengine haya jingule mule bali nini narele lazima tujulatia tuluni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah ni muweza wa kilakitu kwa hivyo lazima tujulatia na tuninikee maambisho yake Allah subhanahu wa ta'ala Allah naileze ya kwamba kwa nini wasinyinyikee pali ambapo inakuaigia aghabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini binadamu wasinyikee kwa nini wasiruni kwa ke Allah subhanahu wa ta'ala hivyo nguvu tulizo kwa naso basi ndo sinatufanya tulinge na kujiona kumbasisi ndo kilakitu ama mali tulizo kwa naso hiyo sababu ya kujiona kumbasisi ndo kilakitu ama helimu tulizo kwa naso hiyo tulizo kwa naso hiyo sababu ya kujifanya kumbasisi ndo muwamba sisi lukilakitu hapana lazima tuludi kwa ke Allah subhanahu wa ta'ala matukiyo hayali bule bule nukuzabu ya islami pia matukiyo ya nakukudia kama hivo ni ili imanizetu ziwezi uzidi mibu nari tunayimani lakini matukiyo ya nakutukia kama hayo basi imanizetu zizidi zaidi na yakini yetu izidi zaidi nubala Allah subhanahu wa ta'ala nasema tutawawonyesha alama za uweku wetu tutawawonyesha alama zitu katika upewa mali na katika nafsi zao mpaka iwabainikia ya kwamba haya maninu ya Allah niya kweli wapingi wa ta'ala anahidi ya kwamba atawawonyesha alama za kunyesha uweku waki katika upewa mali pia katika nafsi zao mpaka iwabainikia ya kwamba kurani ni maninu ya kweli kwamba Allah yuko lakini weni kuzigatia ni wachache katika hawa zigatia ni ni usambuni wa islami pali ambapo vimbunga binatokia kama bilibyo tokea katika mdi wa florida zigatia ni ya kwamba yume kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye mdiye mwenye mbufu lagini pia hayo ama hiyo ni alama katika alama za wepu wa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah pia nasema ya kwamba hatutumi alama ama atupeleki matukio kwa binadam ispokuwa ni kwa nili ya kwa kufisha anatu kufisha Allah subhanahu wa ta'ala nakutuzilua tuweze kuhili waki Allah subhanahu wa ta'ala ini waje wa Allah subhanahu wa ta'ala hakika hakika ukwili ambao uliyo thibiti katika manini yaki Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba misiba na misukusuko malimbali inayo tumbata ni kutokana na chumo lani kono yetu kutokana na machafu tunayo ya fanya matatizo ambayo ya nayutuzigira na kutupata kila uchao ni kwa sababu ya yale ambayo tunayo ya fanya na nyomana Allah subhanahu wa ta'ala nasema umedhihiri ufisari umedhihiri uharibifu bara na baharini hiyo ni kwa sababu ya chumo lani kono yetu kwa sababu ya chumo lani kono yetu Allah subhanahu wa ta'ala ana tuletea adhabu malimbali kwa sababu ya yale ambayo tunayo ya chuma na hizo adhabu zina kukudia ni hili sisi tuwezi kuziluka na ni wachache wenye kuziluka pali ambayo zina kukudia adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na Allah pia hanasifa ya kuwadhibu migi ama mjiwe yote ile ule ispukua pali ambayo watu wa mjiwe wanakua ni madhalimu tunakufanya udhalimu basi tutambuwa ya kuwamba Allah subhanahu wa ta'ala ata tuwadhibu sote tunajua ya kuwamba na mnadani sahibi udhalimu umekua ni wenye kwenye wanahumi wanataka kuwelewa na wanahumi uwezao wanawake na wanataka kuwelewa na wanawake uwezao hii yote ni dhulma Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea adhabu za kila namna ili tuwezi kukudia kukudia ya kuwamba tunachokifanya siyo sahihi kabisa nukusanguni wa islam nukusanguni islam pamuja na kuwa vimbunga ambabu Allah anapotaka kitu nini tunawamisha wafanya utifu lagini pale wanapukini uka inakua tayari imipatikana sababu ya wawo kupatiwa adhabu sababu hamrishi kabisa watu wafanya machaf kamabili aligusema Allah subhanahu wa ta'ala seema il muhammad sallallahu alaihi wa sallam hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamrishi uchafu kabisa bali Allah subhanahu wa ta'ala anamrish watu wafanya ili kuwa mazuri ini wajwa Allah subhanahu wa ta'ala hakika mabadiliku yanayo tukia na pia mambo mbalimbali yanayo tukia katika ulimunguhu adhabu mbalimbali zinazo tukia katika ulimunguhu ambazo anazileta Allah subhanahu wa ta'ala zinakundia kuhikma kutoka kwaki Allah subhanahu wa ta'ala na uwadilifu kutoka kwaki Allah anasifa kabisa ya kutu kufanya uwadilifu domana mbunye wapafibitisha ya kwamba hakua mula wakuni mbunye kuwa dhulumu wajawake lukusanguni islamu kwa kumalizia tujua ya kwamba zinapukujia adhabu zinapukujia adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hua inaweza ikawa ni adhabu kwa nye ambaye alie muasi Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia inaweza kuwa ni sababu ya mimi na wewe kufutiwa madhabi na Allah subhanahu wa ta'ala mimi na wewe tunaweza kupatiwa adhabu ya nja tunaweza kupatiwa adhabu ya vita kama bili ambabu ndubuzetu wa palestina wanauliwa kila siku hiyote ni dhulma wanafanyiwa lakini huenda uwepuwa haya matukio ni sababu ya wawu kufutiwa madhabi na Allah subhanahu wa ta'ala nomana Allah subhanahu wa ta'ala anasima watakaku kengewuka tambuwa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwatihani kwa baadhi ya madhabi yao na pia Allah subhanahu wa ta'ala si mwenye kufanya dhulma kabisa ndubuzangoni wa islam na pali ambapo kama tulibueleza ya nakutokea matukio hayo hata nuhuzetu kuliwa ama pia njaa na misiba mbalibari inaweze kawa ni sababu ya mimi na wewe kufutiwa madhabi na Allah subhanahu wa ta'ala na haya ambayo tunayu yafanya ama haya ambayo ya naitu fata tujua ya kwamba ni malipo ya mikono yetu haya matukio mbalibari ambayo yanayo tuandama ni matukio ni kwa sababu ya yale ambayo tulio ya chuma kwa hivo tujitahidi na tuzingati zimbunga ambayo biligo tukea katika mji wa Florida katika nchi amerikani pamuja na kwamba nchi ambayo ilikuwa na yeshi kubwa ilikuwa na uezu mkubwa wakimali na vitu midine lakini walishiri wa kuzulia mbingunga hido tujifunza ya kwamba Allah ni muweza sana Allah subhanahu wa ta'ala ashiri kufanya lulote lili Allah subhanahu wa ta'ala nakutuma lishilaki hakuna wa kulizulia jeshi hido bali yeye ni muweza wa kila kitu hii ni tafsiri fu kubisa ya khutba ya shikh wa wa tu al-shikh abdul qadir muhammad al-ahdari Allah amhifadhi abaliyan baku ni mipatiya ni kuwa taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa kusiya basi Allah al-isamihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mizanguni khutba shaskiya nini inwaniyaki likuwa nini shikh msauti ya kilbonga florida adhabu ya Allah ya kilbonga ta florida onakasir ilbonga eh ilbonga wa ya florida ni adhabu ya Allah abu adhabu ya Allah sasa yigou kibane moja kidogo katka khutba malake sinajou leo sikwa kazi atoku chalabasha watu ndakini malizia malizia ayah bayo muterjim hajabatahi amarna mutrafiha mungu mtu mginan anafikiri ayah ameamurisha mutrafiha watu watajiri watu wanahela mungu 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 nasema dhimamurisha watu hao hao niyasi mimi hafanya fisik amarna mutrafiha mufasa kofiha kaana mungu yae kamurisha hao watajiri katka watu hao bayo Allah miangamiza Allah miamurisha hafanya fisik sio sahih hata kiswahili weo nasema shema suud nimiku nimiku amurisha lakini umeasi amurisha uasi imiku amurisha usi uasi uasi na tafsir ingira amarna katharna katka lougha inakuj ane amarna katharna mutrafiha watajiri wanahela wuminziri katka minji hile nam dkwana bahta hile ila marahima rabbi atbahta kibri tamahasi mungu ila marahima rabbi dhaka nyo ngez ngez zanguni hali mutakayirat wal kawarif i temeke wa ardi wote ya kawaida ni allah suta ala hawajgu mdhulum watu munga swa marabbo kbidhal lamin lil abid huwini takuwa athabu kwa ambaya watu hawajamini mungu ni takuwa mtihani na tamhisi kwa wamumini kivibi mtiyote maasi mungu atamjaliya hii upepokali na temeke ardi hii ni athab faintawalaw kama mtum muhammad mekata dini haw faalam ujewa vizur mtum muhammad innama yurid allahu an yusim biba'd dhanubihim mungu antaka amgusiyye ba'di ya dhanbi yaw si yote kama allah allah jinsi upin adami wana maasi allah tamibibie kama vile vile allah yakuna dunia lew mtu upo watu wote ushang amia lakin allah amgusiyye watu ki lego tu kama asli miya shina wa thalatini si yote mtu muhammad lazima wujue inama yurid allahu musim ba'di dhanubihim mungu antaka wakata aleta yi amgusiyye ba'di ya mako salaw na dhanbi ya wato kama 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 dhanbi yake ambaye yaya maasi mola wake nakette watu islamu iwa kafiri itakua tamchis ibtila Allah angaliye nani mungi mkweli Allah anajua mualimu anafu yamtihani shule anajua anafu yamtihani yamtihani yamtibitishi watu as tisema watu mualimu amembendalaya manafuzi fulani kama mualimu anajua yamtihani 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 sasa wama mungu nambiyu waslamu wama asabakum min musibati fayima kassabat ayudikum nasiisi ngini tumifanya tisi wa yaafu an kathir namiengi Allah anamachadhan bihi anakubuseni kidogo tuku hongja lakini balahi kubibokali hii temeko ardi hii iksar hii islamu zidi izina watu nawwana itakuja hata kama kufina salihun malika nasema inna fiha luuta kan nahna alam iman fiha salihun salihun watu watu water wanangusa hongja itakuwa adhab kwake na hongja istahiki itakuwa kwake mtihani na hongja iman yake hongja kufina اشتركوا في القناة Wapateheri zinazo tokana na kazi hii Sasa milango ipoazi kwa komu Islam popote pale ulipo Unaweza kuhichangia Kishiki TV kwa kutoa sadaka yako Ili umao Islam uendeleku nufaika na maudhuya vipindi mbali mbali Venyo kumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishiki TV Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas Na kufurahika pindi itakapofika korabuka Changia Kishiki TV kupitia ea talmane 07.9 Nene 5555 Au veracom mpesa 07.6.5.8.8.8.9.8.9.9. Jina Kishiki Online TV Kishiki TV, nuru ya dini yako